اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية الكلام خدنا وعندنا كلام كتير الحقيقة وحندي لحضراتكم طبعا مساحة المشاركة كنا منتكلم انا وكابتن هاني عن المشاركة اجمالا وكنا منتكلم عن حتة الرهبة هاني وقلت الخبرة وبيتهالي دي كانت عامل فارق جدا مع الاهلي رغم انه قدم مطش كويس اوي في بداية البطولة مع الدحيل وقدر يتجاوز عقبت فريق تقيل يعني بشوف الدحيل الحقيقة فريق لا يقل الحقيقة حتى عن بالمراس اللي هنلعبه بكرة وقدر يقدم اداء مقنع مش هقول مرضي او مش هقول مشرف عشان في ناس كتير متحفزة على مشرف دي لكنه في حدود امكانياتنا لعبنا جيم محترم قدام باير ميونيخ ونتمنى ان شاء الله بإذن الله بكرة مطش بالمراس الاهلي يعني يقدم كل ما عنده طيب تمام انا عايز بس اتكلم على الاول نقطة نقطة كده في مبارات الدحيل تمام مبارات الدحيل اه في الناد الاهلي نزل المطش بالتشكيل بتاعه اللي هو اربعة اتنين تراتة واحد الطبيعي خالص نفس التشكيل اللي كان بلعب به في اخر مشوته كنا متواكعين أنه يلعب بتلاتة في نصف الملعب. الرجل لعب لعب نفس التشكيل بتاعه اللي هو المعتاد. بصراحة فجأت لما لعب نفس التشكيل. بس أنا هو عودنا على كده. عايز أقول بس فرقة الدحيل. طبعاً في ناس طرقها تتكلمت وقالت فرقة الدحيل ضعيفة وفرقة مش عارف ايه. لا هي ما قالتش انها فرقة ضعيفة. هي قالت انها فرقة قوية جداً جداً جداً. وبعد ما الاهلي يكسبها رجع عليك فرقة ضعيفة جداً 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 جداً. ناكد غريب يعني. لا لا بالكلام بجد قليلاً يعني هو فعلاً. فرقة الدحيل فرقة على فكرة محترمة جداً جداً جداً. حتى شفناهم في الماتش اللي لعبوه بعد النادي الاهلي. وازاي قدوا بشكل كبير جداً وشكل مشرف فعلاً. عباطل آسيا. بالزبط عباطل آسيا. فرقة محترمة جداً وفرقة معها لعبة عالية جداً كوالت عالي جداً. ماتش الدحيل عايز برضه اقول تصريح بتاع المعايزة لما اتكلم عن نادي الاهلي وقالك ان احنا ادينا النادي الاهلي حجم أكبر من الحجمه. على فكرة الراجل ده مش قاصد تأليل من النادي الاهلي. هو فعلاً هو قاصد أنه يقول ان احنا النادي الاهلي فعلاً. آآ فرقة كبيرة واسم كبير وكل حاجة. لكن احنا يعني مش عايز اقول برضو ايه؟ لاوا احترمناه زيادة عن اللزوم. يعني ففهم قواسد. على فكرة دف الكرة. يعني الناس اللي بتلعب الكرة هتفهم كلام كويس. quatnsιور فرقة مش قاصده بساءة يعني. وهو رجع اعتذر. حتى راجل شفت الفيديو بتاعه بيعتذر للجماهير. هو مش قاصد خالص ان هو يقلم من نادي الاهلي. هو ممكن بيقول ان احنا يعني. خفنا ازيد من اللازم. ايوه بالزبط. خفنا ازيد من اللازم مع نادي الاهلي. بدليل انهما نزلوا الشيط الاول. بلعبوا زون. نادي الاهلي بلعبوا خالص. نادي الاهلي جاب جول وكان ممكن يجيب التاني والثالث. تمام. نفس اللي حصل معنا في ماتش البيير. اي. هو هو نفس السيناديو بالزبط. احنا نزلنا برضو ماتش ال بايرن. بايرن راكب المباراة من اول من اول دية. نادي الاهلي برضو. طبيعا ان انت هتبقى عندك تحافظات. طبيعا ان انت هتبقى الآن. طبيعا ان هيبقى فيه توطر. طبيعا ان هيبقى فيه خوف. لان جزام اتفانى في الفاصل يا احمد. ان فيه لعيبة اول مرة تلعب في كاس عامل عندها. مضبوط. والمباراة صغيرة. والمباراة دي بتبقى في عنا متخد. اي. انت بتلعب يعني بتلعب ناس. بتلعب يوم في البلاستيشن. تمام. وناس من احس لعيبة في العالم. ده حقيقة. حقيقة. اي. اي. اما تجي تلاقيك ان انت تاني يوم بتلعب معها في الملعب. فانت بتاخد وقت يعني بتخش في في الجو المباراة وبتخش في. الرهبة دي.